بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم تنمث العزاء في هذا الموجز في وقفة مع اختبار للفصل الأول للسنة الثانية ثانوية سواء علميين أو أدبيين إلا أن بعض الأسئلة موجودة في هذا النص للأدبيين ولكن يهم كلا الجانبين يعني كلا الشعبتين أقصد شعبة أدو فرسفة لغة أجنبية وشعبة العلوم الجريبية وهندس ترائق وتقنية رياضي وغيرها السنة الثانية ثانوية جميعا خذ الأفكار وحاول أن تعرف كيف التعامل مع النماذج لذلك اعتمد على هذه الطريقة المبسطة النص هو نص النثري إن طبيعة بشار هو بشار بن برد الشاعر العباسي إن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ولا ساذجة بل كانت معقدة فقد كان فارسي الأصلي وورث عن الفرس حدة المزاج وولد أعمى لا يبصر وكان لذلك يحس بغير قليل من المرارة وضاعفها في نفسه فقر أسرته وتخلفها في المجتمع وقد ربي في مهد عربي فأتقن العربية وتمثل سليقتها بكل مقوماتها بمعنى سليقتها فطرتها وملكتها والقدر على النطق بهذا والمقصود بكل مقوماتها بمعنى بكل ما يتعلق بها من قواعد وضوابط وسرعان ما أخذ يتردد إلى حلقات المتكلمين بالمسجد بمعنى الحلقات التي كانت تعقد في المسجد يستمع إلى محاوراتهم وليس من ريب في أنه اطلع على ما نقله بن المقفع وهو عبد الله بن المقفع الذي ترجم كتاب كليلة ودمنا ما نقله بن المقفع إلى العربية من الآداب الفارسية وغير الفارسية وكان ذلك سببا في أن يحدث تشويش في فكره وأن تمتلئ نفسه بالشك والحيرة ولم يستطع الخلاص من ذلك فتحول زنديقا يبغض الدين الحنيف يبغض الدين الحنيف حتى إذا نجحت الثورة العباسية تحول شعوبيا يبغض العربة والعروبة وكانت بيئته تكتظ بالجواري والقيان فاختلط بهن وتغزل فيهن الجواري هي الخادمات والقيان هي المغنيات واختلط بهن وتغزل فيهن بمعنى أصبح لهي ماجنا كل هذه العناصر السالفة أثرت في طبيعة بشار وجعلتها شديدة التعقيد ويجمع الرواة والنقاد بمعنى الذين ينقلون المعلومات هم الرواة والنقاد الذين ينتقدون الأحداث في العصر على أنه زعيم الشعراء المحدثين بمعنى الشعراء المجددين أو الجدد وهي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم طريقا تقوم على التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي من جهة ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشعر العباسي بحكم رقيه العقلي ومعيشته الحضارية وبذلك ازدهر الماضي في الحاضر ونمى الحاضر من خلال هذا النمو الذي جعل الشعر العربي عنده يحتفظ بشخصيته الخالدة إذ ظلت أساليبه مهما لانت ورقة مطبوعة بطوابع النصاعة والإيجاز والتركيز تلك الطوابع التي تشيع فيه الدقة والوضوحة والجمال الدكتور شوقي ضيف تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول صفحة 207-208 الأسئلة ما الموضوع الذي طرحه هنا خطأ مطبعي فقط ما الموضوع الذي طرحه الكاتب في نصه مثله الموضوع الذي طرحه الكاتب في نصه هو طبيعة شخصية بشار بن برد ومؤثراتها نجد ذلك ثم قال مثله من النص إن طبيعة بشار لم تكن بسيطة بل كانت معقدة ولد أعمى وربي في مهد عربي ثم أصبح زنديقا وشعوبيا هذه هي الشعوبية وزندقة كتمثيل لشخصية بشار حدد خصائص الكتابة الشعرية عند بشار بن برد خصائص الكتابة الشعرية عند بشار بن برد نجدها في الفقرة الأخيرة كان أقول التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربي وتفسح لتجديد الشعر ظلت أساليبه مهما لانت ورقت مطبوعة تميز بالطبع الإيجاز والتركيز والدقة والوضوح والجمال هذه خصائص الكتابة الشعرية إذن أقول الطبع بمعنى كان مطبوعا يقول الشعر على السليقة الإيجاز التركيز والدقة والوضوح والجمال ثم قال لك في السؤال الموالي أذكر الكاتب بعض السلبيات والإيجابيات لبشار دل عليها وما تبريره لها بعض السلبيات أنه لاحظ معي في الفقرة الثانية وكان ذلك سببا في أن يحدث تشويش في فكره وأن تمتلئ نفسه بالشك والحيرة ولم يستطع الخلاص فتحول إلى زنديق وكذلك أيضا تحول إلى شعوبي فالشعوبية والزندقة مظاهر سلبية المظاهر الإيجابية تجدها في الفقرة الموالية كل هذه العناصر السالفة أثرت في طبيعة بشار وجعلتها شديدة ويجمع الروات هنا هذه الإيجابية ويجمع الروات والنقال على أنه زعيم الشعراء المحدثين وهي زعامة ترد إلى أنه استطاع أن ينهج لهم طريقا تقوم على التمسك بالأصول من جهة ومن جهة ثانية تفسح لتجديد الشاعر ومبرره في ذلك هو أنه جمع بين الأصالة والمعاصر وردت بعض المفردات في النص بين معانيها وبينها لكم مباشرة السليقة هي الفطرة والملكة المحدثون هم الجدد والذين يجمعون الحضارة بمعنى المتأثرون بالحضارة الشعوبية ومعناها هي كل نظرة تقلل من شأن العرب خامسا النص يعكس بعض مظاهر عصر الشاعر ما هي مظاهر عصر الشاعر هي بيئة تكتظ بالجواري والقيان فاختلط بهن وتغزل فيهن نذهب بكم ثانيا قال أيضا فتحول زنديقا يبغض الدين الحنيف بمعنى انتشار الزندق ثم كان أيضا شعوبيا إذن الاختلاط والامتزاج بين العرب والأمم الأخرى انتشار الزندق الاكتظاد بالجواري والقيان هذه كلها مظاهر البيئة العباسية لخص النص بأسلوبك الخاص محترما تقني التلخيص هنا في التلخيص لخصوه في أربعة أسطر تكفيك فنقول كان بشار بن برد شديدا أو معقدا في منشائه فنشأ زنديقا وشعوبيا إلا أنه استطاع أن يكون أبرز الشعراء في العصر وهذا ما خلد شخصيته في التاريخ باختصار البناء اللغوي ما النمط الغالب على النص؟ أذكر خاصيتين له مع التمثيل النمط الغالب على النص هو النمط التفسيري خاصيتين له الإجمال والتفصيل حيث أجمل الحديث حول شخصية بشار حين قال في بداية النص إن طبيعة بشار لم تكن بسيطة ثم فصل فيها كثرة الشروحات مثلا بل كانت معقدة فقد كان فارسي الأصل وورث عن الفرس حدة المزاج إذن الإجمال والتفصيل أدوات التفسير والشروحات ثم تستشهد من النص مثلا ما قلت لك استخرج اسمين منسوبين وبين طريقة النسب فيه هذا خاص بالأداب فالإسمان المنسوبان تذهب معي لكلمة فارسي في البيت أو في عفوا في بداية النص فقد كان فارسي هو أضفناي النسبة مباشرة وعربي مهد عربي أضفناي النسبة مباشرة للإسم هذه طريقة النسب ثم قال إجعل لفظة زنديق في جملة ذنب معرباً فعل الذنب وما بعده زنديق في الذنب تقول لي بئس بشار بئس بشار بمعنى بئس عفواً بئس الزنديق بشار هكذا بئس الزنديق بشار فبئس فعل ماضي مبني على الفتح لإنشاء الذنب الزنديق فاعل مرفوع لمترفع الضم الضاهرة على أخير هو الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم بشار وهو مبتدأ مؤخر مرفوع لمترفع الضم الضاهرة على أخير ثالثاً تعجب من الأفعال التالية وبين سبب عدم تعجب مما لا يستوفي الشروط لم تكن فعل لا يمكن تعجب منه لأنه منفي وناقص ورث نقول ما أورثه نجح ما أنجحه نستطيع استطاع لا نستطيع لأنه فعل غير ثلاثي ويتكون من ستة أحرف رابعاً حدد معاني الحروف التالية بل كانت معقدة بل هنا تفيد الإضراب في مهد عربي في تفيد الظرفية حتى إذا نجحت الثورة تفيد حتى هنا بلوغ الغاية خامساً ما نوع الصورة البيانية في قوله وأن تمتلئ نفسه بالشك اشرحها وبين بلاغتها هنا استعارة مكنية شبه النفس بوعاء يمتلئ وحذف المشبه به وترك قرينة دالة عليه هي تمتلئ على سبيل الاستعارة المكنية أثرها أو بلاغتها الإيجاز في الكلام وتجسيد المعنى وتقويته وتوضيحه الوضعية الإبداعية أتركها لكم تعرفت في محور لهو الموجون على الأخلاق السيئة التي عرفها المجتمع في العصر العباسي فطلب منك أستاذك أن تبين نتائج هذه الأخلاق في المجتمع أكتب فقرة تبين فيها كيفية محاربة هذه الأخلاق السيئة موظفا أفعال المدحي والذن والتعجب وأسلوب الإغراء هنا يا جماعة ينبغي أن تنتبه تحدث عن الأخلاق السيئة من شرب الخمر كان المجتمع العباسي شديد الإختلاط فعرف اللهو والمجون وفساد الأخلاق ومنها شرب الخمر والتشبيب بالنساء والغزل والغناء مما أدى إلى حدة الطباع فبئس الخلق خلق العباسيين اللهين ونعم الخلق خلق من عرف الدين ورجع إلى الطريق الصحيح فما أجمل العودة فما أجمل العودة هو توظيف أسلوب تعجب ما أجمل العودة إلى الأخلاق فالأخلاق الأخلاق يا عباد الله هذا أسلوب إغراء هذا كإجاز يعني أتمنى أنكم قد سفدتم لا تنسوا مشاركة هذا العمل حتى تعوم الفائدة فنص مفيد ومهم جدا جدا للسنة الثانية ثانوية وبالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر